بمشاركة ثمانية عشر مديرية من مديريات التربية في عموم العراق هنا في الناصرية يقام المعرض السنوي للرسوم الخاص بالمرحلة الأعدادية امتازت هذه السنة الدراسية برسوم المرحلة الأعدادية وبمشاركة كبيرة من الطلبة من مختلف محافظات العراق وبواقع أربعة أعمال لكل محافظة أقامت المديرية العامة للنشاط الرياضي والمدرسي المعرض السنوي لرسوم طلبة المدارس الإعدادية لكافة مديريات العراق بواقع لكل مديرية أربع لوحات لطلبة متميزين تم اختيارهم بعد اللجان التي قيمت في تلك المحافظات عشرين مديرية من كافة مديريات العراق أغلب اللوحات الجسدة الواقع العراق الحالي ويتكون من عدة مدارس تشكيلية أيضا المشاركون في هذا المعرض من معلمين وفنانين وأطلاب قدموا نتاجاتهم من أعمال رسم مع تلاميذهم فيما طالبوا الحكومة ووزارة التربية تحديدا بالاهتمام بمادة التربية الفنية التي تبرز مواهب التلاميذ المشهد الثقافي في العراق أصبح مشهد مهم وله تطور حديث أعتقد تقنية الحديث الآن في فن التشكيل للمحافظات أصبح ما بعد الحداثة وهذا بحذاته مهم حيث أن الطالبات بدأت تشتغل على الأعمال التجريبية والتجريد وهذا خطوة كبيرة تعددت الفنون والإبداع واحد فرغم قلة الإمكانيات خرجت المديريات المشاركة بنتاجات نوعية لاقت إشادة كبيرة من قبل المختصين الذين وصفوه بالجرعة المعنوية لتقديم الأفضل في المعارض المقبلة من ذيقار نور السعيدي وان نيوز